مدلن مكونات مدلن مكونات مدلن هي عبارة عن هذه الكيكايات الصغار التي تأخذها من كوسكو ودائما تريدها اشتريت القالب سأخذ الكيكا سأخذ الطحين حتى ندخلها بأكبر كمية من الهواء سأخذها باكينج باودر وننخلها من ارتفاع سأخذ الزبدة بحرارة الغرفة سأخذ الشكر الابيض سأخذ الشكر البني سأخذ الشكر البني بدون الملح سأخذ سأخذ الشكر سأخفق الشكر والزبدة إلى 5 دقائق ونحن نزل كل الاطراف هذه كل مهمة بعدين الاطراف لا تخلط ويبقى بها شكر فلازم دائما ننزل الاطراف ونشتغل سأخذها ليمون زيست قشر ليمون سأستعمل الأخضر أو الأصفر سأخذها فريش ونضع زكرة مالبيض تقريبا نص ليمون ونرجع نخلط سأخذ أربع بيضات نضع على أبس ونضع فوقهم ونضع بانيلا عليك أن تكون الملح سأخذ فوقهم ونضع تلك فوقهم ثم تبعد ثم وبعد بعد 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 بuuس اه نشيس جدا الان سنلطن كله جزين الى الان البيض مرتين خبر ويضع عليها الخبل ووضع لها الان سفار البيض ليس نظيفه على 3 دفاعات هذه اول دفعة واخفق الى الان كلها يختفي بصفار البيض البيض الان سنخلط الطاحين والباكينب باودر على دفعات يسوي لفردي بهذه الطريقة من النص ونقلب من النص ونقلب من النص ونقلب بقى وشان صارت هذا القوام اللي احنا نريده احسن قوام المدلن يخبض احسن سنخلي العجينة مالتنا بالبايبينج بال هتتكون سهلة عينة بالصب احسن سنخلي عليهم رشة طحين حتى لا ينزق الباتر مارتنا الكيك ليش بس خفيف احسن سنخلي عجينة بالقوالب ادخلونا هوايا كافي هلقد كافي 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 اكي جيد جيد احسن سندخلونا بالفرن مئتين عشر دقايق وبس باعوا اول خمس دقايق اخذوا القالب وبدت الاطراف مالتهم تنفش هاي علامة ممتازة مثل هاي يشوفوها شون صارت توب احسن سنقلوها من الفرن باعوا شون هم بلولز راح اقلبهم نشوفوها شون هم ياابا هاي الميدلينز كملت باعوا لي شون صارت خلي اكلكم واحدة قدامكم باعوا شكلها كلش كيوت باعوا منجوها شون هم طبعا رهيبة طعم الزبدة وطعم القشر مع الليمون الفانيلا كلها موجودة واهم شي ما بيها ريحة بيض هاوي الحليب والشاي توب دقيقة خلو اكلها